السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة يوم أمس نشرت لكم خبرا حول تفكير الحكومة الألمانية وتخططها لتمديد ما يسمى بالسكن الإجباري بالنسبة للاجئين يعني أن الحكومة الألمانية أو مكتب الأوسلندر هو من يحدد للاجئ في أي مدينة يسكن في أي قرية يسكن في أي ضيع يسكن أو في أي مقاطعة يسكن ولا يحق له التنقل الآن صدر قرار نهائي ورسمي من عند الحكومة الألمانية وسوف أخبركم به وكما تعودنا على الحصريات وعلى الأخبار الحصرية الموتوقة بالتدقيق ها أنا أحذر لكم إخوتي وأحبتي النتيجة النهائية لقرار الحكومة الألمانية من عند الموقع التلفزيون الألماني القناة الأولى من خلال موقعها الإخباري نشرت لكم يوم أمس الخبر أصدقائي وكان يوم أمس جتني يعني تصلوا بي بعض الأصدقاء عندي بعض المصادر الموتوقة من أصدقاء الذين درسوا معي في الجامعة والآن أصبحوا سياسيين أو الذين تعرفت عليهم أثناء الدراسة في الجامعة ودخلين الآن في مجال الصحافة ونجحين في صحف كبرى أو الأشخاص الذين تعرفت عليهم من خلال عملي في الجوب سنتر أو من خلال عملي الحالي أيضا في السوتيال بعض الأشخاص يخبرونني ببعض الأمور المهمة التي تتعلق بمثل هكذا أخبار وبطبيعة الحال كل المصادر فهي موتوقة للغاية قرار الحكومة النهائي هو هذا يعني اللاجئين مجبارين أن يسكنون أينما ترغب الدولة وهذا ما قررته الحكومة الألمانية وقالت كما أخبرتكم يوم أمس رغبت الآن بتمديد الأمر لأن الأمر كان سوف ينتهي بالشهر الثامن قرار إجبارية السكن في مدينة معينة أو قرية معينة أو مقاطعة معينة هذا القرار أتخذ سنة 2016 وكان خاص باللاجئين الذين حصلوا على الإقامة سنة 2016 2017 2018 2019 هؤلاء الأشخاص مجبارين أن يبقوا في ذاك المكان كان هذا القرار سوف ينتهي بصفة نهائية في شهر 8-2019 في الصيف وكان يحق لأي لاجئ حصل على الإقامة أيضا في 2016-17-18-19 أن ينتقل متى يشاء لذلك اجتمعت الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية والمدن الألمانية وقرروا الآن بشكل رسمي الحكومة الألمانية قررت الآن بشكل رسمي أن تجعل من الأمر ساري المفعول ويعني ليس فقط لمؤقت إلى الصيف 2019 إنما ساري المفعول وأن الدولة الألمانية والحكومة الألمانية هي من تقرر أين يعيش الشخص اللاجئ من هم هؤلاء اللاجئين؟ اللاجئين الذين ما زالوا مسجلين في الجوب سنتر اللاجئين الذين ما زالوا يحصلون على مساعدة الدولة لكن كالعادة الأمر واضح بالنسبة لمن يشتغل يعني من يشتغل من يعمل من وجد عملا يستطيع التنقل من وجد أوس بيلدونج يستطيع التنقل من وجد مقعد للدراسة يستطيع التنقل من عنده شواهد طبية تثبت بأنه مريض ويحتاج أن يكون بجانب عائلته يستطيع التنقل وأيضا من سمحت له الدولة من سمحت له الأوسلاند بيهورد هناك نستسمح لهم من غير مشاكل كما قلت لكم الآن قررت الحكومة الألمانية بتمديد الأمر يعني اللاجئين ليس عندهم الآن الحق أن يسكنوا أينما شاءوا إذا كانوا يأخذون مساعدة من الدولة وهذا الأمر الآن سوف يقدم إلى البرلمان ستتم هناك مناقشة قريبا في البرلمان لكن إذا وفقت عليه الحكومة فالحكومة عندها أغلبية في البرلمان والأمر سوف يدخل حيزة التنفيذ هذا الأمر أخذ انتقادات واسعة خصوصا من عند حزب اليسار حزب اليسار ديلينك انتقد القرار وقال عيب وحرام هذا ضد القوانين الأوروبية وضد قوانين حرية التنقل ومن حق أي إنسان أن يتنقل ومن حق أي إنسان أن يعيش في المدينة التي يرغب فيها أن يعيش أيضا هناك انتقادات بخصوص بعض الهيئات النسائية التي قالت هذا القرار جد جد سيء أيضا للنساء اللواتي يتعرضن إلى عنف من عند الزوج إلى آخره بأنها تكون ما زالت مجبرة حسب القانون أن تظل في المنطقة التي يوجد فيها الشخص الذي يعتدي عليها فهناك انتقادات لكن هذا الأمر رحبت به المدن الألمانية رحبت به المدن الألمانية والمقاطعة الألمانية لأن المدن والمقاطعة الألمانية كانت متخوفة أنه إذا لم يتم تمديد هذا السكن الإجباري في منطقة معينة أو مدينة معينة أن ينتقل كل الناس إلى المدن الكبرى إلى برلين إلى هامبورغ إلى مينشن شتوتغارد كيرلن دورتموند بوخوم مينشن إلى آخره وتحصل مشكلة ومصيبة كبيرة بحيث أن ملايين الناس سوف تنزل إلى تلك المدن ولا يوجد سكن ويحصل غلاء وتحصل فوضى إلى آخره لذلك المدن الألمانية والمقاطعة الألمانية رحبت بالأمر أصدقائي إذن هذا قرار الحكومة الألمانية وكما تعودنا في هذه القناة على المصداقية سنظل على هذا المنوال كي لا يفوتكم أي جديد حصري كيفما كان يخص الحياة في ألمانيا اللجوء والهجرة اشتركوا في القناة فاعلوا الجرس برك الله فيكم ما رأيكم في هذا الأمر كثير من الناس حزينوا وقلقوا لأنه كانوا يتمنون أن ينتقلوا لكن هناك بعض الناس قالوا أحسن أن يضل الوضع على ما هو عليه تخوفا من أن تحصل غلاء وفوضى في بعض المدن التي يمكن أن ينتقل لها ناس كتر تحية طيبة لكم تحية حب واحترام شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم